اشتركوا في القناة وضمن النسخة الرابعة لدور المراكز الشبابية نجح مركز شباب الزلاقة في العبور إلى الدور النهائية بعد فوزه على حساب مركز شباب الشاخر وبركلات الترجيح كما تأهل لنهائي فريق مركز شباب السافرة بعد فوزه في الدور نصف النهائية على حساب فريق مركز شباب أو بصبع بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة هي مبادرة حضارية أمانة والاهتمام بهذه الفئة الدول المتقدمة والمتحضرة هي التي تعطيها اهتمام لاحتياجات الأساسية فيما بالك بالاحتياجات لا نسميها الترفيهية رياضة أيضا شيء أساسي في دمجهم وزجهم في هذه البطولات شيء يحسب سمو الشيخ خالد والوزارة المعنية بشؤون الرياضة بقولها ممتازة في المواسم السابقة كانت بعد ممتازة وهذه حلو يعني حق المراكز طال أشيد والإخوان اللي نظبوا البطولة وفي وقت جيد يعني في الصيف ووقت جيد أوجه الكلمة الأخيرة حق الشباب البحرين تجمعنا ذي يعني هذه نستفيد منها واتمنى الشباب الكل يشارك بيه اللي يقدر يشارك بيه وأشكر سمو الشيخ خالد بن حمل على المبادرة هذه اللي جمعنا عليها والشركاء الرائعين لهذه البطولة ونقول له شكرا بفيصل تاهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليدلي منديالي جورجيا 2017 بعدما بلغ الدورة النهائية للبطولة الأساوية على حساب نظيره القطري بـ 23 هدفا مقابل 19 هدفا وعلى إثر ذلك سيلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الياباني في المباراة النهائية غدا للإثنين على أن يتواجه المنتخبان القطري ونظيره الكوريا الجنوبي في مباراة تحديد المركزي الثالث يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة وديتنا دولية مساليه مع نظيره الأردني في تمامها الساعة السابعة والربعة وذلك على استدي البحرين الوطنية وتعتبر هذه المباراة هي الثانية لمنتخبنا الوطني تحت قيادة المدرب تشيكي ميروسلاف سكوبا حيث يسعى منتخبنا الوطني لتحقيق كامل الاستفادة من المباراة الودية من خلال تقديم أفضل المستويات والخروج بالنتيجة الإيجابية